مهرجان أيام قرتاجا السينمائية اعتبره بعض الفاعلين في مجال السينما التونسية ظاهرة فلكلورية عادية لا يقدم أي إضافة إلى السينما العربية والإفريقية والعالمية بالنسبة إلى مهرجان قرتاجا السينمائي خاصة في السنوات الأخيرة فعلاً هو أصبح ظاهرة فلكلورية وخاصة أصبح نوع ما رتيب مما أجبر العديد من التقنيين أو المخرجين يعزفون على الذهاب إلى هذا المهرجان خاصة وأن السينما التونسية أصبح حضورها شحيح وغير متبوأة لأماكن خاصة في السينما العالمية فيما انتقد البعض أيام قرتاجا السينمائية اعتبر آخرون أن هذا المهرجان هو الذي سهم في صنع النجوم لعدة عقود يعني أنا أعتقد أنه مهرجان قرتاج منذ تأسيسه يعني قبل أكثر من 40 سنة وهو يقدم إضافات إلى السينما العربية ولم يتوقف عن ذلك إلا فترة 10-15 سنة أرجع إلى استعاد قوته استعاد قدرته على احتواء السينمات العربية والأفريقية واستضافة العرب واستضافة أفلامهم وتوفير رؤية مشاهدة سينمائية جيدة جدا لجمهور ممتاز جدا في تونس يعني هو بيأخذ أفضل نتجات العربية أفضل نتجات أفريقية هلأ زكاة في ضعف بالأفلام مش زنب المهرجان لأنه في ضعف سينمائي عام خاصة بالعالم العربي يعني مش عام نشوف أفلام قوية جدا فالمهرجان لأ مش فالوكلوري أنا برأي هذا كلام مش صحيح هذا كلام يعني يطلق على عواهنه يعني مثل أي واحد يقول أي كلام يعني لا مهرجان قرتاج ضرورة ومهرجان قرتاج لا يزال بقوته قرتاج وأيام قرتاج السينمائي هي لخلقة نجوم السينما العربية زادة لعدة عقود من السبعينات ومن الستينات أنت ما تنسيش مثلا أنه يوسف شهين كمخرج تعرف معناها بالكيفية لتطلع بها للعالمية من أيام قرتاج السينمائية يعني كعمل الفيلم الاختيار اللي في عزة العالية لسعات حسن والفيلم ذا يخذاه معناها المسير أنتعو خاصة في أيام قرتاج السينمائية نصنع النجم العالمي من بعد اللي هو يوسف شهين أيام قرتاج السينمائية خارجت مجموعة كبيرة من السينمائيين اللي إخذاهوا اسم على المستوى الدولي كما صنبان عصمان كما سليمان سيسي ويتوصل مهرجان أيام قرتاج السينمائية في دورته الاستثنائية التي تحمل اسم مديره الراحل نجيب عياد إلى غاية الثاني من شهر تشرين الثاني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة